اسمحوا لي أعرض لحضراتكم الآن الإعلان عن 27 مشروع سفير تم اختياره من كل محافظة هنبدأ مع حضراتكم بفئة المشروعات كبيرة الحجم محافظة البحر الأحمر مشروع إنشاء مجتمعات محلية منتجة مستدامة بموارد طبيعية هامشية فئة المشروعات كبيرة الحجم محافظة البحيرة مشروع MDF من أش الأرز فئة مشروعات كبيرة الحجم محافظة دميات مشروع المجزر الآلي الأخضر فئة المشروعات كبيرة الحجم عن محافظة سوهاج مشروع إنتاج الخشب الـ Chipboard من مخلفات الذرة المشروعات كبيرة الحجم محافظة السويس مشروع بنشمارك السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء عن المشروعات كبيرة فئة المشروعات كبيرة الحجم أيضاً محافظة شمال سيناء مشروع مجمع صناعي صديق للبيئة لتصنيع منتجات ملح الطعام والأملاح الصناعية عن فئة المشروعات كبيرة الحجم محافظة الغربية مشروع حي أخضر ذكي عن فئة المشروعات كبيرة الحجم محافظة المينيا مشروع الزراعة المناخية الذكية عن فئة المشروعات كبيرة الحجم محافظة الوادي الجديد مشروع زراعة نبتات الججوبة في محافظة الوادي الجديد عن فئة مشروعات متوسطة محافظة القليبية مشروع إعادة تدوير المخلفات المعدنية والخشبية عن فئة المشروعات المتوسطة محافظة قنى مشروع إعادة تدوير أو عفوا زيرو ويست تدوير متكامل واقتصادي عن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة محافظة الإسماعيلية عن مشروع المنظومة الإقليمية للإنذار المبكر للتغيرات المناخية عن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة محافظة الأقصر استنبات الحبوب عن فئة المشروعات كبيرة الحجم محافظة الأسكندرية مشروع إستراتيجية إدارة مياه الأمطار عن فئة المشروعات كبيرة الحجم محافظة الصيوت مشروع تدوير المخلفات الزراعية الصلبة عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة حياة كريمة محافظة مطروح مشروع قرية أم الصغير مركزي ومحافظة مطروح عن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة محافظة جنوب سيوناء مشروع مركز المرونة الخضراء المستدامة طريق صديقة للبيئة مدينة شرمشيخ عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة حياة كريمة محافظة القاهرة مشروع الأفران صديقة البيئة قرية الفواخير عن فئة المشروعات كبيرة الحجم محافظة المنوفية مشروع تطوير نظام مراقبة وتحكم ذكي قائم على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعية عن فئة المشروعات كبيرة الحجم محافظة أسوان مشروع السياحة المستدامة بمحافظة أسوان عن فئة المشروعات المتوسطة محافظة الدقاهلية مشروع الحوكمة الذكية والتنمية الحضرية المستدامة عن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة محافظة قفر الشيخ عن مشروع طائرة زراعية بدون طيار عن فئة المشروعات كبيرة الحجم في محافظة بورسعيد مشروع إنتاج المطاط الخام واستخلاص بولميرات المطاط من الإطارات المستعملة عن فئة المشروعات كبيرة الحجم محافظة الشرقية مشروع إدارة متكاملة وذكية للمخلفات الصلبة والحمقة لإنتاج سماد طبيعي عن فئة مشروعات كبيرة الحجم محافظة ألف يوم إمثال لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون عن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة عن محافظة بنيزا مشروع جرين سيركل لتدوير المخلفات وأخيراً عن فئة المشروعات المتوسطة محافظة الجيزة مشروع تحويل المخلفات البلاستيكية إلى مواد بناء أكثر استدامة البترو مصرية ترجمة نانسي قنقر